انا اسمي بيبا هذا اخي الصغير جورج هذه مامي بيك وهذا بادي بيك بيبا بيك تختار بيبا لعبة للسوق الخيري بيبا هل قررتي؟ ام فلتختاري لعبة واحدة اجل وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة حسنا انا سأتبرع بسيدي دينسور سيد دينسور هو لعبة جورج مفضلة ساتا لا يمكنك التبرع بسيد دينسور لا يمكنني؟ لا يلا الورطة انا اسفة دينسور هل تتبرعين بسندوقك الصغير؟ حسنا الآن دورك يا ابي ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري سأتبرع بهاده وجورج سيتبرع بالكرة بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت انه التلفاز ليس التلفاز لا انه مفيد جدا ام انا اعرف خفاء أبي القديمان لا راحتهما سيئة عرفت انه كرسي أبي القديم لكن هذا أثري ما الذي يعنيه أثري؟ أثري تعني قديما جدا وقيما لكن وجدته في سلة النفايات انه زهيد سيساوي الكثير عندما أصلحه لقد كنت تقول هذا منذ زمن طويل عرفت سأتبرع بالجوارب التي صنعتها جراني بيج رائع ها هي الأرنبة ريبكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد أهلا ريبكا مرحبا جميعا ريتشارد تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدمي جورج استعمل هذه لتحريك قدمي جيد جدا لكن حاول ألا ترس الماء الأطفال الكبار لا يرشون نحن بارعتان جدا في السباحة عندما يكبر جورج وريتشارد سأستطيعان السباحة مثلنا صحيحا يا ريبكا أجر أوه ريتشارد لديه لعبة رشاش توقف يا ريتشارد أوه يا إلهي أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة أمي أسفة يا ريتشارد لا أستطيع الوصول إنه بعيد جدا عني أمي لا أستطيع السباحة تحت الماء أنا أيضا لا يمكنني السباحة تحت الماء أمسكي نظارتي جيدا مرحة مفضل أحسنت بالفعل أنا جيد في السباحة تحت الماء بابا هذا هو الخص شكرا يا جدي أوه ما هذا آه انظر هناك وحش فضيح عليه وحش هذا ليس وحشا إنه مجرد حلزون أوه إلى أين ذهب إنه يختبئ في صدفته هذا هو مكان عيشه أجل إنه منزله انظر إنه يخرج ثانية أهلا سيد حلزون يا جدي هل سيد حلزون لديه سرير في منزله أوه لا 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 يا بيبا لو كنت حلزونا سأمتلك سريرا وأيضا طاولة وكرسيا وثلاجة وتلفازا كبيرا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه سوف أقوم بأكل كل خص جرانبا بيج وأنه اوه ابتعد عن خص يا العزيز أيها الحلزونان الشقيان وعندما يصيح بي جرانبا بيج سأختبئ في منزلي السوق الخيري إنه يوم ممطر وهناك ثقب بسطح المدرسة يا أطفال سوف نقيم سوقا خيريا المال الذي سنجمع سنشتري به سطحا للمدرسة مرحى على الجميع احضروا شيء للسوق الخيري ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئا لم يعد يستخدم مياو لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم وقت رحيل لكن سوألعابكم القديمة للسوق الخيري غدا دادي بيج يرتدي زي السباحة ومامي بيج ترتدي زي السباحة وبابا ترتدي زي السباحة أسرع يا جورج الجميع ينتظر وجورج يرتدي زي السباحة بابا جورج هيا يلبس العوامات تفضل جورج عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر دوري جيد الآن يمكننا النزول في الماء إنها أول مرة للجورج في حمام السباحة لما لا تضع قدماً واحدة في الماء فلتجرب القدم الأخرى يمكن للجورج وضع القدمين في نفس الوقت فكرة جيدة أحسنت يا جورج لكن ليس عليك رش كل هذا الماء إنه يوم السوق الخيري مرحباً أهلاً أنسة أرنبا بابا ما رأيك بهذا الكرسي رديء بعض الشيء تستطيعين قطعه واستخدامه كحطب لكنه أثري حقاً؟ قول أبي إنه يساوي الكثير من المال حقاً لم أعلم أظن علي رفع السير وداعاً مرحباً جميعاً أهلاً بابا بما تبرعت يا سوزي؟ تبرعت برداء الممرضة تبرعت ببالون الببغاء تبرعت بالقرض لعبتي سوف أفتقد صندوقي الصغير أشتري هذا الصندوق الصغير وأنا أريد رداء الممرضة هذا بلون الببغاء من فضلك أمي أمي لكن الأنزة أرنبا جعلتني أدفع الكثير من المال خبر رائع للجميع لقد قمنا لتوي بجمع المال لسطح المدرسة الجديد مرحباً شكراً دادي بيج هو هو أمي أنا الرحب والساعة إن رشاش المائي هو للأطفال أيمكننا الكافز من على ألواح الغطس؟ آسفة يا بيبا لكن ألواح الغطس هذه للكبار أوه اتاهجة وشاهداني أغطس بطحكم يا أبي إن بطنك كبير جداً بالفعل لا يهم فزت بجوائز في الغطس وأنا صغير كان هذا منذ وقت طويل دادي بيك لحصن حظي أنني محافظ على رشقتي أرجوك أمسكي بنظاراتي ستشاهد أنني أفضل من الجانب أرجوك لا ترش الماء علينا يا أبي لن أرش عليكم الماء بالطبع قد أحتاج إلى لوح أعلى أرجوك توخى الحذر أجل لا ترشنا بالماء يا أبي لا تقلقي بيبا أرجوك لا ترشنا بالماء يا أبي قلت لن أرشكم بالماء نهر يا أبي أحسنت دادي بيك لا أحتاج إلى منشافة لدي طريقاتي الخاصة لتشفيف نفسي رش دادي بيك الماء على الجميع دادي بيك أعتذروا للجميع كل أصدقائي فابا وصلوا مرحبا جرانبا بيك مرحبا يا سوزي هل أتيتم للعب مع بيبا وجورج؟ أجل أنا لا أعرف أين هما لا يوجد غيري وحلزنان أخران هنا نحن الحلزين نحن الحلزين مفاجأ كنا نتظاهر أننا حلزين أنا استطيع أن أصبح حلزين؟ لا أعتقد أن لدينا سلالا كافية لكم آه لكن يمكنكم أن تصبحوا شيئا آخر شيئا ممتعا في الحديقة جزر تحب الأرنبة ريبيكا الجزر؟ لا ريبيكا ليس الجزر تعالوا إلى هنا ما هو صوت الطنين هذا؟ إنه قاتل من هذا المنزل الصغير جدي لما بيت الدمية يصدر صوت طنين قريب؟ هذا ليس بيت الدمية يا بيبا إنه بيت النحل إنه يدعى قفير انظري ها هي واحدة ما الذي تفعله؟ إنها تجمع رحيق من الظهرة ثم تعود ثانية إلى القفير كي تحوله إلى عسل أبي ما الذي تفعله طوال اليوم في المكتب؟ الكثير من الأشياء سوف تراين في هذا المبنى يعمل دادي بيك ما قد وصلنا؟ مرحبا أجل؟ مرحبا هذا أنا دادي بيك مرحبا بادي بيك أضغط على الزري أيضا؟ بالطبع يا بيبا أجل؟ هذه أنا أهلا أنا هيا مكتبي في الطابق العلوي علينا أن نصعر بالمسعد يمكنني الضغط على الزر؟ أظن أنه دور جورج اضغط على الزر الأعلى يا جورج سأخذ المسعد بيبا وجورج ودادي بيك لطابق نعال جدا الطابق العلوي ستفتح الأبواب غير معقول هذه القطعة من الكنز ثقيلة بعض الشيء يا إلهي هذا ليس كندا مدفونا هذه عربة تسوق قديمة لنكتفي من البحث عن الكنز من يساعد في بناء قلعة رملية كبيرة؟ أنا 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 إنها فكرة جيدة جراني بيك سأذهب لتفقد القارب جراني بيك ستساعد الأطفال في بناء قلعة رملية كبيرة وجرانبا بيك يقوم بأشياء مهمة بالقارب آه هذا لطيف أظن أنه يمكنني النوم لمدة قليلة جراني والأطفال يبنون قلعة رملية كبيرة يحتاجون للكثير والكثير من الرمل يستخدمون الدلاء لبناء أبراج للقلعة يلها من قلعة رائعة رائعة لنعود للمنزل أوه أين ذهب القارب؟ انظري يا جدتي أوه لا إن جرانبا بيك مستغرق في النوم والقارب ينجرف بعيداً علينا جميعاً إيقاظ الجد فالتصيحوا بأعلى أصواتكم هذا هو مكتب دادي بيك مرحباً جميعاً مرحباً دادي بيك مرحباً بيك سيد أرنب وسيدة القطة يعملان مع دادي بيك لقد أحضرت زائرين مميزين معي اليوم بيبا وجورج لقد تشرفت هيا لنبدأ الجولة سيد أرنب هيمكننا البدء بمكتبك؟ بالتأكيد يمكننا وظيفتي تتعلق بالأرقام أحصل على أوراق مهمة جداً ثم أخذ طابع الختم وأقوم بختم الأوراق وظيفة سييد أرنب رائعة جداً هل أختم بعض الأوراق؟ بالتأكيد سأجد لك بعض الأوراق لقد وجدت البعض ربما سنستخدم أوراق أخرى تفضلي أحب بيبا استخدام الخطف أحب القيام بوظيفة السيد أرنب لنقبل الجولة التالي مكتب سيدة قطة أهلاً يا بيبا وجورج مرحباً وظيفتي تتعلق برسم الأشكال على الكمبيوتر ثم أقوم بطباعة الأشكال وها هي نسخة أخرى أشكرك إن وظيفة سيدة قطة لطيفة أيمكنني التجربة؟ أظن هذا دور جورج الآن هذا صحيح يا جورج إنه دورك لتقوم بالعمل يرسم جورج مثلتات زرقاء والآن سنطبعها جرامبا بيج يأخذ بيبا وأصدقائها في رحلة على قاربه هل صعد الجميع؟ أجل أيها القبطان هيا لنبحر نراكم لاحقاً نراكم لاحقاً بيبا وكل أصدقائها يرتدون سترات النجاة جورج يمكنك ارتداء قبعة القرصان اليوم سنبحر إلى جزيرة القرصان لو كنا محظوظين قد نجد كنزاً مدفوناً يبدو أن جزيرة القرصان مكان رائع ها هي الأرض لقد وصلنا جزيرة القرصان مرحب ما هذا؟ إنه كاشف للمعادن إنه يجد الكنز المدفون أوه جرامبا بيج يستخدم كاشف المعادن ليبحث عن الكنز المدفون أها لقد وجد كاشف المعادن شيئاً هيا نقم بالحفر إنها أملة صغيرة كنز مرحب هيا لنجد المزيد أها لقد وجدنا شيئاً آخر يبدو كبيراً هذا هو مكتب دادي بيج وظيفتي معقدة بعض الشيء أحضر الأرقام الكبيرة وأحولها ثم أحسب نتائج تلك المعادلات تبدو وظيفة دادي بيج مهمة جداً هل تستخدم طابعاً للختم؟ لا هل تستخدم الكمبيوتر؟ لا أستخدم أقلام تلوين أبي أيمكننا الرسم بأقلام تلوينك؟ فكرة جيدة تابا وجورج يحبان الرسم بأقلام التلوين أنا أرسم منزلاً جورج يرسم ديناصوراً جورج دائماً يرسم ديناصورات ديناصور يا إلهي أصبحت الخامسة وقت الرحيل أظن أنها رسمة رائعة لمنزل يا له من ديناصور عنيف أنا وجورج كنا نكون بوظيفة أبي وقام بها على أكمل وجهه أحب القيام بوظيفة سيد أرنب وأحب القيام بوظيفة سيدة كتة لكنني أحب القيام بوظيفة أبي أكثر أوه لا إن جرانبا بيج مازال نائما الجد بعيد لن يسمعنا نحن عالقون بجزيرة الكرصان نحن منعزلون سنظل هنا لمئات السنين سيكون علينا أكل الفواقه والدود وسيكون علينا أكل الحشرات والدود لقد وصل الأهل كي يأخذوا أطفالهم أين أنا؟ مرحبا مرحبا جميعا هل استمتعتم بوقتكم؟ أجل في الحقيقة لقد نسيت شيئا هناك سأعود في الحال انظروا إنه جدي نجونا مرحبا مرحبا بكم يا رفاق آه يا جرانبا بيج ظننا أنك نسيتنا أعتذر عن هذا جراني بيج أعدك المرة القادمة لن أغط في النوم وديان جزيرة الكرصان أراك ثانية قريبا لقد أحببت هذه الجزيرة هل سنزورها مجددا؟ بالطبع يمكننا يا بيبا مرحبا مرحبا أنا أحب العسل هيا نتظاهر أننا نحل أجل هيا لنكن نحلا نحل نشيط جدا أجل نحن نحل نشيط الآن علينا العودة إلى القفير كي نصنع العسل يا إلهي ماذا لدينا هنا؟ جدتي نحن نحل نشيط آه وهل يود النحل نشيط بعد الخبز؟ أجل أرجوكي وماذا تريدون على الخبز؟ عسل لحسن الحظ هذا ما قمت بفعلي خبز وعسل مرحب أحب أن أكون نحلة لأنهم يأكلون الكثير من العسل أحب أن أكون حلزوناً لأنه يأكل كل خص جرانبابيج آه ريتها الفتاة الشقية بي بابيج بي بابيج بي بابيج شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم شكراً لكم